اهلا بكم على قناتكم قناة دروس الماني اونلاين ولو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك وما تنساش تفعل زرارة الجرس عشان يوصل لك كل جديد وده فيديو جديد وانا اسمق جويلي ويلا بيننبدي كلنا عارفين الفعل مخن الفعل الاشهر في اللغة الالمانية واللي كلنا اول ما بنتزنق في اي فعل بنحط مخن وبيسد معانا وبيدي معاني كتيرة وبيماشي الجمل صحيح ما بيبقاش المعنى صحة تماما لكن يعني لو بتكلم حد الماني هيفهمك النهاردة بقى انا مش هكلم عن الفعل مخن بس برضو هتكلم عنه يعني انا درس النهاردة مش هتكلم عن الفعل مخن تحديدا لكن هتكلم عن عشر افعال مشتقين من الفعل مخن ولو انت مهتمة اكتر بالافعال الالمانية هتلاقي لينا سلسلة كبيرة جدا عن الافعال ومشتقاتها وافعال بتتغير مع ادافة لا واحد او نهايات معينة هتلاقوها كلها موجودة على القناة وبالمناسبة هتلاقيوا كمان في فيديو كبير عملنا عن الفعل مخن وتكلمنا برضو على اشهر الافعال المشتقة منه لكن النهاردة جايبا لكم عشر افعال جديدة ويمكن ما قبلكوش قبل كده هنعرفهم النهاردة يلا بينا نبدأ اول فعل معنا هو بغاية مخن بغاية مخن يعني ايه بغاية بغاية يعني مستعد ايبا بغاية مخن يعني يستعد فاست شايت اس فاست شايت اس معنا يبدو ان als وعدن سي سيشه zu einem Angriff بغاية مخن فاست شايت اس als وعدن سيشه zu einem Angriff بغاية مخن يعني يبدو وكأنهم مستعدون الهبو فاير مخن فاير مخن فاير مخن معنا يواصي يواصي بي ودايمن بتيجي مع المراس زينا يونجست انك تختا فا ماخت اع زينا امباند اوه اين اعبشتوك زينا سواتا يعني ورس ساعة يدو الى حفتة الصغيرة ارسل لهم من والبو ها مخن ها مخن معنها طبعا لو انا شلت هنا نيش هتبقى انها شكلها جذاب جدا في الفستان ده فاير مخن فاير مخن بتجيب معنى يعري ولكن الاقصر انتشارا واستخداما بمعنى عزلة او خلعة من منصبه عزلة او خلعة زينا مبوستن فاير مخن يعني خلعه من منصبه كرئيس لمجلس الرقابة فاير مخن ده بقى لو جه كفعل منعكس زيش فاير مخن بيبقى معنى مختلف تماما بقى عن كل المعاني اللي احنا قلناها دي بقى بيبقاش معنى العزلة ولا خلعة ولا حتى عرى نفسه بيبقى معنى ياخد اجازة بس بمنتهى البساطة زيش فاير مخن معنى ياخذ اجازة يعني ممكن تاخد بقى اجازة لساعتين من اجلي وكمان بتيجي اكتر بقى في اللغة العامية او في لغة المحاسات ان تفضع عشاني او تفضيلي نفسك فاير مخن انا ممكن نترجمها على انها تاخد اجازة ليا ساعتين او تفضيلي نفسك ساعتين نخمخن 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 ممكن كتير منه يكون شايفوا معناه يقلد حد لو خدنا بالنا هنلاقي ان اغلب افعال ان انا ذكرتها المكونة من فعل مخن زائد الفازل با بتعتمد يعني قريبة جدا من الفازل با يعني مثلا في غاي بمعنى حاجة فاضية او مش موجودة حاجة في غاي فتيجي بمعنى يعري او بمعنى حد فودي مثلا بغاية مخن بغاية معنى ان هو مستعد فلما تيجي مع مخن بمعنى ان هو يستعد فقريبة جدا برضو الفعل ده نخ نخ غير ان هي معناها بعد وإلى نخ تمام من الادوات اللي بتيجي معناها وفقا ليه وفقا ليه التكرير الصحفي وفقا لكذا طبعا لكذا ماشي ورا كذا فنخمخن اقرب طبعا الترجمة ليه حتى لو مش عارفين الفعل هيبقى يقلد حد يمشي وراه نخمخن تم مخت دي لغرين ناخت تم مخت دي لغرين ناخت يعني تم بقلد المعلمة بتاعتو فورمخن فورمخن معناها يغدع دا زولتن wir uns nicht فورمخن دا زولتن wir uns nicht فورمخن يعني يجب ألا نغدع أنفسنا متمخن مت بمعنى مع يبقى متمخن مهارسة أو شاركة أنا مخت بايم كارنافال دا كولتوغم مت أنا مخت بايم كارنافال دا كولتوغم مت يعني أنا تشارك في كارنافال الثقافات فورمخن فورمخن معناها انطلقا sie macht sich auf den mars voran in die 70 Jahre معناها السبعينات يعني انطلقت في مسيرة في السبعينات واخر فعل معنا هو losmachen losb بتيجي دائما بمعنى حاجة بتتحرر أو حاجة بتنطلق والاكتر بتيجي مع حاجة بتنطلق فهنا losmachen معناها حررة أو أطلقا وكمان بتيجي في معنى مش مشهور قوي لكن بيجي في اللغة الدرجة الألمانية وهي انفصلت عن وده لان فعل يعني انفصل بيبقى قريب في المعنى من تحرر من حتى في اللغة العربية ممكن نقولها مش في اللغة العربية في اللغة الدرجة انها خلصت منه تحررت منه ده نفس معنى losmachen بايشبيل sie macht sich los von mir يعني انفصلت عني أو تحررت مني تخلصت مني والمعنى بقى الأكثر انتشهرا وهي تحرر زي مثلا لو قلت das die macht sich los und spring das Mädchen das die macht sich los und spring das Mädchen das die macht sich los und spring das Mädchen يعني الحيوان حرر نفسه فك نفسه وقفز على الفتاة بس وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا واتمنى تكونوا استفدتوا وكون قدرت اوصل لكم معلومة جديدة او فعل واحد جديد بس من فيديو النهاردة شكرا لكم متنسوش لو الفيديو اعجبكم تدعمونا بلايك وشير وتسيبونا رأيكم في الكومنتين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة